كيفكم سادس إن شاء الله اليوم راح نحل تمرين ومسائل لدرس المساواة وخصائصها الموجودة بصفحة 120 سؤال رقم واحد انظر إلى الشكل ثم حدد الإجراء المشتخدم صعد زائد 3 تساوي 11 وصعد تساوي 8 نلاحظ إنه 11 أصبحت 8 وصعد زائد 3 أصبحت صعد ما الإجراء الذي استخدم؟ إذن الإجراء الذي استخدم هو طرح العدد 3 من طرفي المساواة اثنين ما الذي يمكن عمله لتصبح الكفتان متساويتين فيما يأتي؟ لام زائد 3 موجود لام زائد 3 ما هو الإضافة على هذه الكفة؟ هو قسمة 2 إذن نقسم الطرف الأيسر على العدد 2 لتصبح كفتي الميزان متساويتين 3 ما الإجراء الذي تم على العبارة في كل مما يأتي؟ بما أن 5 ضرب 2 تساوي 3 في 3 زائد 1 فإن 5 ضرب 2 ناقص 4 تساوي 3 في 3 زائد 1 ناقص 4 5 ضرب 2 موجودة 5 ضرب 2 3 في 3 زائد 1 هي موجودة هون ما هو الإضافة؟ ما هو التغيير الذي أجري هو؟ طرح 4 من الطرفين إذن طرح العدد 4 من طرفي المساواة بما أن سين تساوي 5 سين زائد 5 تساوي 7 فإن سين تساوي 2 يعني بإمكانك تفكر في هالسؤال ما العدد إذا جمعت له 5 بيعطيني 7 هو 2 إذن الحكي صحيح لكن ما الإجراء الذي أجري على هذه العبارة 7 أصبحت 2 يعني طرحت منها 5 ومن هون أنا كمان يجب طرح 5 وخمسة ناقص 5 صفر إذن ضل عندي سين تساوي 2 إذن الإجراء هو طرح العدد 5 إذن طرح العدد 5 طرح العدد 5 من طرفي المساواة طرح العدد 5 من طرفي المساواة لأنه 7 ناقص 5 الناتج 2 بما أن سين تساوي صاد فإن 2 سين زائد 7 تساوي 2 صاد زائد 7 سين موجودة هون أول إجراء ضربت سين بـ 2 وأيضا ضربت صاد بـ 2 إذن أول خطوة ضرب ضرب طرفي المساواة بالعدد 2 الإجراء الثاني لاحظوا أنه تم إضافة العدد 7 إلى طرفي المساواة بعد الضرب العدد 2 إذن تم إضافة العدد 7 إلى طرفي المساواة تقول براءة إنها استخدمت خاصية الضرب بالعدد 2 لطرفي المساواة للعبارة سين زائد 3 تساوي 6 كونه ضربت بـ 2 إذن الضرب رح يكون لـ 10 والضرب رح يكون لـ 3 وأيضا إلى 6 2 في سين 2 سين 3 في 2 6 و 6 في 2 12 ثم أضافت العدد 4 إلى طرفي المساواة إذن أضافت هنا العدد 4 وهنا العدد 4 2 سين ضلت زي ما هي 2 سين 6 زائد 4 رح أجمع العددين 6 زائد 4 10 زائد 10 تساوي 16 ما الخطأ لكن كانت النتيجة مع براءة 2 سين زائد 8 تساوي 14 ما الخطأ الذي وقعت فيه براءة نلاحظ أنها براءة لم تضرب العدد 3 في 2 لم تقوم بخاصية توزيع الضرب على الجمع إذن أن الناتج الصحيح يجب أن يكون 2 سين زائد 10 تساوي 16 إذن 2 سين زائد 10 تساوي 16 تمام الآن تحدي في التعبير الجبري 3 سين ناقص 5 ما قيمة المتغير ما قيمة المتغير سين ليكون ناتج التعبير أكبر من 100 هل هناك أكثر من قيمة للمتغير سين إذن نلاحظ رح أوجد قيم عشوائية لسين مثلاً اختار سين تساوي 30 إذا كانت سين تساوي 30 فعند التعويض الأولوية للضرب 3 في 30 تسعين ناقص خمسة 85 لاحظوا أنه 85 هي أقل من العدد 100 أقل من العدد 100 إذن العدد 30 تعويضه خطر جرب العدد مثلاً 40 العدد 40 عند التعويض يصبح 3 في 40 مية وعشرين 120 ناقص خمسة 115 ونلاحظ أنه 115 أكبر من العدد 100 إذن أحد الحلول هي سين تساوي 40 تمام الآن هل هناك أكثر من قيمة؟ نعم ممكن سين 35 ممكن تكون سين 50 كل القيم اللي بتكون 50 55 42 رح تكون الناتج أكبر من 100 تمام هيك بيكون انتهى درسنا يا سادس لهذا اليوم